مرحبا أنا أخصاية تغذية دانا بردق جفاوري اليوم رح نحكي عن موضوع زيادة الوزن بعد الأكل كتير في ناس طبعا بيكونوا عم بيشيكوا على وزنهم بشكل مستمر يعني خلال اليوم ممكن الشخص انه يتوزن 3 إلى 4 مرات بعد كل حدث صار عنده أو إذا تناول أي من الأكلات أو إذا عمل رياضة وهذا طبعا الإشي خاطئ لأنه إحنا دايما مننصح الأشخاص بأنهم يتوزنوا بوقت معين بنفس الوقت من بعد فترة على قليلة تكون 6 أو 7 أيام فعشان هيك المفروض كمان الوزن يكون صافي من أي إشي تاني اللي هو ياخده للشخص لما يكون على الريق لابس التياب خفيفة كتير بيكون هذا هو الوزن الصافي للشخص اللي منقدر نعتمده اللي منقدر أنه نبدأ نحسب منه هل فعلا بده يزيد الشخص يحافظ على وزنه أو يقلل منه الأكل ممكن طبعا تواجده في الجهاز الهضمي يؤدي إلى زيادة يعني بفترة زمنية قليلة كتير ولكن بعد فترة لما الجسم يهضمها ويتعرض للعرق والخروج والتبول أكيد كمان هي ترجع تفرق كتير فعشان هيك دائما بنصح الأشخاص أنهم ما يظلهم يتوزنوا بشكل كتير مستمر وإنما دائما بنفس الوقت بعد مرور 6 إلى 7 أيام على الأقل ترجمة نانسي قنقر